إسرائيل تبكي ضحاياها من العسكريين الذين قضوا في العملية المستمرة منذ 13 يوماً الجموع تشيي عسكريين إلى مثواهم الأخير ضابط احتياط جيش الإسرائيلية العقيد أموس جرينبرغ 45 عاماً من هود هاشارون والرقيب أدار بيرسانو 20 عاماً من نهارية رئيس الوزراء الإسرائيلي يشرح أبعاد العملية بالقول على الرغم من مخاطر هذه العملية فهي لو لم تتعرض لتلك الأنفاق فإن النتيجة كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير جيش الدولة العبرية أقر بسقوط 18 جندياً وهي آخر حصيلة لعملية الجرف الصامد التي أعلنها وتضمنت عشرة أيام من قصف جوياً وبرياً وبحري ثم عملية تقدم بري داخل قطاع غزة